موسيقى 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 من صار خير عليكم وشاهدين الكرام مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم قصة الناس اللي كتابعوه على قناتكم ميديان تيفي كنرحب اليوم بالضيوف لي معايا داخل البلاتو والأستاذة رقية الهوري الأخصائية النفسية اللي غادي ترافقني في هذه الحلقة مرض نفسي بسبب حادثة الصغر موضوعنا اليوم قصة الناس موسيقى 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 كان كيغيب كيضرب الناس كيغوت والسبب حادثة في صغره السي محمد ولد عشر سنين طاح من شجرة كيوفقد الوعي وكيدير سلوكات ما كيعقلش عليهم أم الخير هي ورجلها كي يكلوا العصى من ولد مريد نفسيا والسبب من الصغر مرحبا بك أم الخير السي محمد والسي مصطفى شكرا على الحضور ديلكم السي مصطفى نعود نبدأ معك القصة من الأول موسيقى والحديثة ضرب الآخر كنت أرجعون من الأول الحادثة التي وقعت لك في صغورك. أشنا هي وشنو أعطات من بعد. عاودي الحادثة التي وقعتها لك. حادثة الخرش علقت الباب خرش من الباب. مهم. علقت الباب. ما حالك في عمرك؟ عمرك الساعة قول 16 عام حالكوك. 16 عام. يعني كتعرف. 16 عام تبع كباركة. 16 عام. أه. أما قولي ماشي 16 عام قا. أه قلت لك أنا 16 عام. قل. في صغوري قل. 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 أخرج البابك ساعة. أخرجت ليه. ضربتني أطانبيل. هزني بادخلني. أشوقع؟ أتطرأت علي واحد المودك. لا أض sebenتقل أخصي إضافة. ما أدني إضافة. لا تضربتي إلى أطانبائك. هناك مدروفين. لا أضربتني تحت على رأسك. على رأسك. آآ تحت على رأسك. داعتي. ومعلمون. لا أتطر إليه. أستدفع الدم أو. لا أكون لادم لأوله. لا أكون لادم لأوله. خدمت في طحونه خدمت العزرة لم تدركتها حاجة لم تتقدرني تأحاجة خدمت في النجارة خدمت في النجارة قد تؤثر علي ذاك المرض ايه تأثير عليها تنذن عدد في النسالي تعود لأخرج الدم تعود لأخرج الدم تعود لأخرج الدم حدث تنهنى تنذن تتفركل اه تتعود لأمرأة لا أحد خبار ما تتجوش؟ تتجوش صغيرة يعني هذا ما يقع عليك ضربتك في الطموبيل؟ لا، عندما تتجي المرأة والدي لم يكن يعودون لي وفجأت المرأة تتجوشت في 1980 عادت تعود لك؟ ولكن مصطافة، أنت باقي دريس ضربتك في الطموبيل مني متى فشلت أنشجار؟ ما كان في عمرك؟ عمرك الساعة فشلت أنشجار؟ 16 عام فهم ما رأيك الساعة؟ قل غير شي سنوات قليلة كنت تعدي لسانك؟ تنعدي لساني تخرج بالدم تنطيح تنطيب تلتيام اربعيام تنقى ناس تنقى ناس غايب ولا ناس؟ لا ناس مغيب ما عاقلش وتنفيق تنكلون شرب تنمشي تنمشي السبطر كان هذا الشيء يتطيح تنمشي 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 ويقوم بمثلت تنمشي 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 يتزوج تنمشي المترجم للقناة 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 عرف الله. هل هو سوءك و هل هو سوءك؟ نعم، هذا ما هو سوءك؟ هل هو سوءك؟ هل حالة لم يكن سوء؟ كيف سوءك؟ هذه الحالة، خلال سوءك، قليلت لك، زيال موطر، و تقور ينملك. ولكن لك يكن أن تقوم بها، لن نشرب، لن نعمل على الدريا. إذا لم أجدك شيء، لم أجدك، تم تصدر حاجة؟ يبقى ترتد، و يتعرض أن تضربوا، سيقوم بها، سيضربك، سيضربك في كل شيء. ومن المسالين يصلي العشاء دياله للمهرود دياله يوتي ترسل لحدها يعني يشوف يراه مش شي عادي هاد الشي مش طبيعي هاد الولده ها هو تي عرف الله وتي عرف صلاة وتي عرف وقيتها دياله ها هو يصوه طمه ويصوه طباه هذن مسكين مريض ويعيرنا والله اختيها بكسيد ها حق ما لقى نعمة هالكسيد الله اعطتك كسيدة بغيتك تحيدة من هنا بغيتك تموتة بغيتك تدرق هل تتدرق توليك درقر ادرق الليل كان خمو لي بتكيش عمل اشي تخمو لي نعم خمو لي نعم نوع طوال الزيناء كريدي جنة وخمو الخير ما زل نكمل معك القصة ديالك والعذاب اللي انتي عيش فيه شكرا لك وستاذا درقيا الهوريحنا اذا نسمعو انه بزاف ديال الحوادث اللي ممكن تكون تتوقع الدراري الصغار الولدين ما كيردوش البال من بعد حتى كيفو تلفو تعاد كنكتشفو ان الولاد را عندهم مرض نفسي هاد الحوادث اللي ممكن تطور لنا الامراض نعم اذا كنت تكلموا بشكل عام على الموضوع ديال الصدمة يعني في الصغر فكنلاحظوا دابنا خلال الحالات الثالث ان هاد الصدمة اللي وقعت دابها الاخت اللي ولدها انا كنشك بان عندها يكون مرض عقلي والاخ هادا كرهبين مرض عقلي لان مني كنت تكلموا عن الهلاويس المرئية واللي كيسمعها فودني والخيالات هذا مرض عقلي اذا هناك سنشوفوا واش عندهم هذا مرض مثلا ويراتي يعني في العائلة ديالهم واش كينش حد مثلا يجينا دعمان ديروت شخص يعني غايكون اما واحد في العائلة مثلا الاباء ولا الاخوان يعني الحبيبهم ولا اعمامهم عندهم هاد المرض في العائلة الى مكانش احيانا هاد النوع ديال الامراض كتتكون في الطفولة الصغرى فاحنا إلا بغينا بغينا قبل ما بدان ندخلوا لهذا نعرفوا غير ما معنى الصدمة يعني احنا الصدمة كنا كنتعرضو لها بحالها كذا انه هي واحد الحادث كيجي مفاجئ يعني خارجي كيدخل بحالها يعني كيقتحم الهوية ديالانسان ولا نريد بغينا نقوله الكلية النفسية ديالانسان كيقتحمها وبتالي كيحدث فيها بحال واحد الشرخ فالانسان كيتصدم ما كيعرفش لان الحادث كيكون مفزع ومرعب وكيجي يعني بوديك لغاة بيديتا دياله يعني بدك السرعة يعني ما كيخليش الانسان باش يفهم شنو كيوقع مثلا واحد غادي غي يضربه بموس ولا مثلا أكسيدون كيكون غادي كيغني مثلا فالطغوط وليش حاجات تكتقلب الطنوبيل تكتقلب القرسو فهذا الحادث منه كيوقع بحال يطح مثلا من الشجرة فهذا الحادث هذا كيخلي الانسان ذيك الفجائية دياله كيخليه يدمج واحد الخوف يعني ما كيبقاش ما كيخليليش الوقت يفكر يقول شنو هذا الانسان ما كيستوعبش فهنا كيقولي واحد الخوف واحد الدعر اللي كيقولي مصاحب الانسان وكيتطور من بعد وغادي نشوفوه من بعد ولكن بالنسبة للحالة ديال الأخت أنا بغيت نشير واحدة لانسألة أن الرحم ديالها هي أصلا كان خايف كان عايش رعب فهذا التربة اللي يعطاتي يعني كان فيها الرعب والدعر فيها فتكون هاد الجانين إذن هنا هو خارج وبعده هو مضطار بنفسيا مفزوع إذن فطبيعي غير يعطي هاد السلوكات وغير يعطي هاد الأعراض اللي كتكلم عليها وبالنسبة للصدمة أنه في اللول كيفاش كتكون خاصة كل ما كتكون كل ما كيكون السين ديال الطفل مثلا كيكون صغير كل ما كتكون السدمة تقتير ديالها أقوى لماذا؟ لأن الطفل في ذاك السين يعني ما كيكونش عنده ذاك الآليات الدفاعية اللي كانت بحضن الميكانيزمات الدفاعية كتكون عاد في إطار تشكل يعني عاد كتكون كتكون يعني كتكون هشة ما زالها ضعيفة فاشنو كيوقع مني كيجي ذاك الحادث كيف قلنا ما كيتسفاش كيدخل كيف نهو فكيوقع كيف قلنا أنه كيشكله واحد الرعب من الداخل وكيلازمه كيبقى ذاك القلق هيكبر وهذا القلق هذا الخوف كيولي مني كيكبر الإنسان كيبقى إما كيشو بحالة بخيالات بحال هكذا إما كيولي ليه رعب ولا قلق وإما تيولي قلق مساحب من الأشخاص من الأمكينة من الفرق ومنين كيكون مثلا تدري صغير حالة بهذا أكيد ما غاديش يقرأ كيكون تعطور دراسي تيكون مثلا العلاقات كتكون تهيئة يعني مقيوصة يعني الجاني لا العلاقية ولا النفسي ولا هذا كلهم كله كيتقاس نعم طيب دكتورة شكرا لك ما زال لأن نرجعون كميل حديثنا مشاهدينا لاحظة مع فاصل إعلاني ونرجعون كميل قصة الناس نتبل معك القصة دي كاسي مصطفى إذن جوشتي درتيل ولدات ولكن الدوى ديالك وش بقيت متبع لدوك دوى متبع وغادي معه وخدام خدام وتنمرت تنشرية ما زالك تعطل سانك ما زالك تتفركل لا مني متى ما بقاش هذه الحالة تتجيك هذه الحالة ما بقاش نعطل ساني من من تسعود وتسعين من تسعود وتسعين مزيان تسعود وتسعين فاشنعس ميريز ودرولي السكانير باللوم داك العرق فراسي ما بقاش تنطح ما تتضح ما تتضرب حد ما كتتعيني في حد لا ما بقاش نضرب حد تصافي رجعت تيف نفسيتك مزيان رجعت مزيان عهو تنتعصب بعض اخترات لما أعطونيش حق وما أعطونيش أسمو ترجع وتنمر تعصب كيف شير عندك تعصب تعصب تنظن غوة وتنظن وعطوني حقي شو ما عليكم وأنا عندي وريقاتي هتتعصب في وفي رجعت عنده حقنا وعن طلبه حقنا وأنا عندي وريقاتي ورجعت نعس بيطار وعمرت لاكيس عمرت ودفعت لي عام تعراحة عزت عامو الزيادق عام تعراحة العز ووحد المحامي توا جارنق حذى الدار عندك أعطيت الضوصي عامو وشدوا لي في شهر تنظروا من الكونجي نعطي الخويا الوريقات وغادي تكون بيخير على خيرها غادي عطوك تقاعد العزتان ووالو في شهر عشرة تعطاني الضوصي تاعي قال لي يا أخويا سير تباعهم أنا ما ما نقدرش نتباع لاكيس تمشي الدبا دعيتهم الراصل وخا هذي خدمتك ما صورتي تشي حاجة لا تقاعد لا تقاعد ولا تحاجم وخا حيث انتدبا مصطفا كنت في واحد وقيتها في الحومة كتدرب عبض الله كتغويت يمكن يقول لك حمق مسطي مصرفا ولا أذكر مساكن يقولوا رابا همرا حمق مسطي كيف عاودي على هذا كي يقولوا عليك حمق في الحومة كيف تتعاشر بارا حمصطي بارا حمق بعده من نو بعده من نو طيب تسا تشكولي تقول هذي هذراء الجيران الجيران دبعا انت وما عندكم دار الحمق هي هو انتدابك هو اذا ومراتك رمجوجها بالحماق لا مراتي صبرات معي الله عن مرضها ووقفات معي الله يخلي تهيى قلت تهيى خبيتي على هالمرض ديالك فلاش تجوش تلال لا مخبيتش على يرجات جواش فيها هذا وشافت لك المرض اللي عندي وصبرات معي ومع والدي يرحمهم وصبرات معي تهي الله يخلي لأم يمتق هي والحب لحقاش احنا في المجتمع ديالنا مصطفى صعيب لحال انسان مرض عقلي ولا هذا ماشي سهل ماشي سهل هي لوم مسكينة تشكي منه هذي لوم وتشكي من الول يتنزل للمرأة صبرات باش تكون المرأة تكرار بنت الناس هذه المرأة صبرات معي والدرية سبحان الله عادم كما قالت طبيبة المرأة بنيتي صغيرة أتيجت مسكينة بحال عندك وحيدة لا عندي ثلاثة هذه مسكينة توفت وحضة طاحطية مصطح عندي ذري دبوش وذريات رفيتين الباق كدير انهم فنفسيتهم لا غادي مزوين غادي عدد درية صغيرة ولا مشاكل نفسية حيط درية صغيرة ولا تفحال هذك شبت نقول لك حيط لولاد فاش كي حلو عينيهم فببهم تيقول علي الناس حماق ولا تغوث وشويرات اي ولا احقاش يمني كانت صغيرة كنت تشوفت ريفي حواج كانت تشوفني تتشوفني نكي بس يعني مشي جبتم مشي كانت قاس تتشوفني علم الله شنو شفت تدخلع علم الله شنو شفت كنت تنتبح حلسي محمد كتتتضرب لولاد ضرب للمرأة حيط ما تكون عاقل على رسم كنت نضربهم ما تتعقلش كنت تنضربهم ولكن ما تبقى يشوفني للمرد المرد في ايام المرد ديالك لا تتعقلش عليهم لا ما تتعقلش عليهم وما تتعقلش على الحاجة وتتقول يا بنتك مني جرت الخوف ومسكنا الله يعلم شنو شفت هي اي واجتليك كنت نشوف بابا خل محيح وتتضرب وتتضرب لاي حسن العوان وما تتخيش لي يقول يا يا بابا معلوم 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 ورا يبدك منك واخات كون مجداما رابا واخات كون لي كان وحال لك يزدب ودب 4 سنين وان ذا فعلي من الوراق وقالوا ليا ندير وكتا قاعد العزا كون هان وشي حاجة ما كنت صيف طولية ورقة أرجع لن فلوس دراري راش هاري كمجهولة راما مخلصاش عليك وفيش مجهولة لنسو تخلصوني على الدريق ذاك انتلك الدوايات ديالك وذاك شي ما تيعتبروش هنا المرض العقلي ولا النفسي ما يردوش عليه الدوا وما تيعطوني الفلوس لأور حاجة حاجة الحمد لله شوف الصحة هي أهم حاجة هي تكون عندك صحتك ونفسيتك ووليداتك يكونوا دبا بعد بنيتي خصت تشوف في الطبيب طيب 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 ما خصكش تخلي تهي كل شي عنده الدوا دبا تهي نهار خميس قطي جيب عن را كل شي عنده الدوا ما تخلي نهار خميس جيب عن شكرا لك بصطفة ونسيت الفقهة مشيت عندهم ياك ومشيت عند الفقهة نسيت القضية الساوال الفقهة ما كلا مشيت عند الفقهة وشربت ما خلي ما بخلي طبيب وال اول هادي شوف الفقهة هاد المرضى اللي فينا ما اشيت عن الفقهة ومشيت لي انت مشيت ما خلي فيه مشيت البويا عمر مول إبراهيم مول إزاق تانت تسلسلتي ودأتي حال دوستي تم ما ابرقت في شي تلت شهور مسلسل تم اولو مشيت السيديم سعود الحد ولاد فرج مشيت قاعد السيدات البحر عمت فيه مع ثلاثة وليل اولو اذاك الشي تعربي وربي ولي شافينا ايو الحمد والله ودأ متبعين دوات الموتو حمد ما تقطعش غادوة ديالك لا متبعين دوات الموتو وهذاك الصبع مالو وتصبيع فنجار مكينة مكينة نجار بعتش توزيت يدك مكينة نجار بعت من نجار حتى نطيح حاك على الماكينة شنهار مطيان مرايد وكتخدم في النفات الماكينة ايه قليل مع المعلمة جيج انت عقلتي من تقطع لك دا بص ما عقلتش ماش هت عقل هو الدين داني ولي تركبلي البيبان كلها يخلص الله شغل ويصبونها وريقاتنا اللي خلي اليوم ولداتهم وصحيحتهم يوم زماتش مع الاسف كيف المجتمع دينا بحلاسي محمد شنو كانت الحرفات ديالك في اللح فاش كونتي كيجي وكادوك الخيالات وفاش كانوا كيجي وكادوك الأصوات اللي كتسمع تذيك سارك في اللح في اللح في اللح العلاقة ديالك مع في العربية كنتم في العربية الناس اللي جيرانك الحباب العائلة عرفوه من المرض ديالك عرفوني عرفوني ومشرفني مشرفين مشرفني عارفني أش كنسوا فينا بلاسة لتتشرف للناس اللي عندهم مرض نفسي فيهم في دائرة قرية ابا محمد قرية ابا محمد من هل هنا يفهم منتزم كنسة واختي يقولوا ورا عندك مرض عقلي ولا شي حاجة حتى نكفوق الراس حاطني عارفني صحابي لها طلع مرع محروم عارفني ومع ولادك ومراتي وامرتي صبرت معي في الحق ما كنت يكدون واختي كانت مراتي مراتي وانتا وكانت ما كانت قطع من الدواء وانتا وانتا كانت لديها الحد ليوم اللهم مالك الحد يعني الحد تتترجعت إلا لا أنا لنقدرس نقطعه ما نقدرش نقطعه ولدات كبرو جوجو كبرو جوجو البنيات كدين في حالتهم هو ما لاحقش مصطفى قالينا بنتو هتخاف وبنتو لا بنياتي ما كنخافوا زعما ما اقترش عليهم المرض ديال ما اقترش عليهم المرض ديالي ما يمكنش حيث واحد حال العيني في واحد الأب اللي تيصوت وتيسترب ومريض وعقليان ونفسيان زعما ما لقد اعتقد مرحبا نعم مرحبا كانت المرة مسكينة هي لها المرة اللي بدأ تحمل مريحاitalsة الهمية ايو الله انتهى والله حمد الحمد والله شكرا شكرا لك استموهم لم تقطعش من الذهاب هذا المرض يريد إنسان يتبع النقاطة تدياره نقاطي 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 نبارا تبعينهم على طول المرض لا الفاني ذاه هو لنقاطي هو المهم واحد يقاصحته الحمد لله لكان هالدوا هالدوا غالي أو اللي تجيبهم سبيطار هالدوا هذة اللي تشربوا هالدوا هالدوا تحطيه لي مزيان و انت محمد لأنك كان شدوا من طب الحومة هذي جيد خطرات ما اللي بلش قال على حسن مكناس هذي جيد خطرات أعطوني النوقات وقرأة النوقات أعطوني كارتنا فابور الحمد لله بعدها دواكين في السبيطار ونار الخميسة قلت لطبيب أرجعين ينقل السبيطار لماذا؟ لا أعطوني حقي أريد أن ترجع السبيطار لا يهديك أسفين مصطفى وصحتك هي اللو لاش من حق وكل ما عندك العقل هذا شمن حق هل من يعطون هذا الحق؟ وانا عندي لاكيس عندي فايت تقعود العزة فايتم ضوبلوا الهين لازم يعطوني مرض موزمين لازم يعطوني تقعود العزة لازم يعطوني تقعود العزة المدير عمر لي أخرج تقعود عمر لي وصوب لي وفي الأخر ما أعطاني يوالك شكرا لك السي مصطفى والسي محمد أم الخير نكمل معك القصة دي لولدك هضرتنا قبيلة على الدكتورة قالتو الكلام الويد المسي كين مربي في العنف وفي الخلعة وفي الفزعة زع ما هي النتيجة ديالو؟ يبقى بحلكم يبقى بحلكم هكذا وما دلوالك؟ مش الضالوالي الشبكة اهام وخرجوا لي الدواء اصافي جاني الدواء غالي بزاف محني ما حال الدوالي غالي؟ ركن خاج ليال بوكي يار انا اشتعميه بستالاف ريال ستالاف ريال واخره بسبعالاف بسبعالاف اشواء تبيعي في اختي انتي ما عندك شجر ما عديش ما عديش وانو خلاني الله كري شهريا هاد الدواء ديما 18 و 17 مبتمر ولكن انتي معمر ما جربته لي عمر كي ما شريتي لي قاع ها شريتي لي شي مرة ركن شريلي كان شريه لي شريه لي ومتن شريه لي كتي ولي هو ها كيفاش كي يقول لي الولي لا اشترصه لا بس علي مهدن بي خير مهدن بي خير على خير اهه يشربو صاكي دي نعس بنهار يضل طبيعي ما بني ادم تشوفي تقولي ما مريش كنشتي اهه ويني لاركبتي في شطة عنده 24 داب هاد الولي انتي لاركبتي في شطة موبيل ولا ليبان صليش حاجة عدي يموت عودك حل بحل كسر والي يموت صابي عدا تقية ورد يجي ما يبقاش ييدو اهه تيد قلب كي حمش يصان ترك عشان مشتوش هادك الشي اللي وما كان خصوه يجي نعم وعليش وفي الصباح فاش قلت لي يا الله مشور قصتنا شو قال لك هالح اللي قال قارت صافي ورد علي ما بغاش يجي ما بغاش يجي مرد مسكي خصي لدويتي عما خصي يضربك ايش مكن اضربك كي يضرب اهه دوك الفانيد غالي علي محني بزيح بكار فصي ايو كي غديري الدواء غالي والجاهل وانتي والله تتعدبت اه تعدبت عال مشيت ديتو البرشيد خرجو لي الفانيد بحاله قوين الله مشي بحال مشي بحال مشي بحال مشي بحال كي عما متاش يشوف ودهك الفانيد جبتية لها جبتية من ديتك الراس كل عطاه لك الطبيب لا مشيت باش قربت ليس عما عدو برشيد باش يسنو لي يمان بغاش نمشي الطار السبتار في برشيد اهه ترنتسيس لسموسوك سعدك فابور موافقش لي اه يعطيهم انا عطوني بلوال يكون موافق عليه كي عرش وليش تربوختي تمحني هي بزع مامجووش هالي ولد لا مامجوكجي 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 لا ما نعرف مامجوكجي تمشي يسخن عليك الراس ودقلي يمشي نجووج الولد نعم تقلي مغرقة تجوجهولد ولدولة ثلاثة ووحاق يوم واناقصني باش نبر بيها بالدواء قليقان جوكجو هالشي لكي هاي 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 ها هو بحل دبا محمد فكان المريد وتي صوت لمرأة وصوت لولاد ويصوت جوجوش انا وخي كون عدي وخي ميكون عدي من جوجوش ونصطو باش نضر بيقوا بقى نشبجوش عندك غير هو عندي جوجو واحد فارق عليها بس عليها مالو فارق عذاك بمرته اه مع مرتو والبنية ماتت وهذا الولد اللي يبقى اه لا هذه البنية صغرات خدامات موال ودبا الحل اشنا هو ملخير الحل اشنا هو الله ومك الحمد اتبقي عايشة هكا يسخن عليها راسوين ويصوتك انتي وراجلك يجمعكم بجوجوش وهذه الشراء غادي وكيتطور وتالين ايوانش روليه الدولة صناعش مصناعش هذك بقى مشكلة انا مكنش عندكم تمفة بن حمد قلتي لي يايك اه لا في سديح الجاجة انا انا سديح الجاجة سديح الجاجة مانكش تمالي عونات مانكش شي جمعية ما شي ناس مسك عليهم الله انا مانهم تقول مقحطة القضية مانكش مانكش لي عدق مانكش كلش مسل الفائلي وانكل الفائلي هو بيعا في كلشي اللي بتانبيعه خيكون عدي زرعة وخيكون عدي قلمح وخيكون عدي خيكون عدي ذهب اللي يلعو فيه مانكش كبدا تعرفي اختي مان الله حسنا مان الله حسنا اخي عيضني دكو يبغي هججني ويدعي لي وانخي يتاهمد ويعقو بالطابعة تاني كمكه مانكش 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 проб сотły مانكش 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 المستحيل ية وقال لي راسو ذات خسوه خسك اللي أبقى الحاجة خسك يجيب ليك الليلة هك الساعة جيب لي هذيك الحاجة اللي أبقاها ولا ما شتياش لي معدك شي إحنا نتكافى ومدوها ونتي لي وليفتي لي هذي شي أه؟ ونتي لي وليفتي لي هذي القاعدة؟ كنظروا نسكتوا وزعم الساعة حدا باحتي يكون إنسان مرايب تتفشوه كنظروا مرايب غير يعطيه سكوسيا هنين لا نسكت أختيبه شي هنين هو صافيه تشكوا جيران مامرة تفرجت وكتفرجت فإنه دي الله تعالى نحن بنا ربي وشكرناه كيأتي شوهك جيرا وربي لي بغاء نصناش أختيبني عونه مع الأسف شكرا لك أم الخير وستاذهة رقية لهريدة المكينة معاناة ديال هاد الوالدين مع هاد المجتمع أيضا كيفاش يشوف المريد النفسي ومريد العقلية ودي ما نحنا كنحمق وتحننا نزيد ومجيتنا المجتمع هذا برشيد هذا ترونت سيس هذا حمق هذا مصطي هذا مصرفي نهضروا على المعاناة ديال الأوصار مع الناس اللي عندهم هاد الأمراض بالفعل لأننا كنشوفوا بحل مثلا الأخ سيمسطاف اللي قال لك أنه تعرض أنا كنشوف لعدة صدامات صدامة الأولى أنه هو بعدك طاح دونك تم ما فيش وقع ليه اللي يوقع ثم ماتت له بنته طاح 8 مصطح يعني مسألة اللي ثم تقطع له 7 فكانت يعني واحد سلسلة من الصدامات وبالنسبة مثلا الأخت اللي ولد هاته هو أخلق في هذا الجو هذا ديال ذاك نحسو بأنهم هم كيولوا يعاني وتهم كييعيشوا معهم ذاك المعاناة ديالهم وخاصة أننا دبا إحنا معدناش مؤسسات اللي كتاخد مثلا أنه كيفرقوا دبا كنلاحظوا أن حتى الناس ما كتفرقش بالمرض النفسي والمرض العقلي إلى سمحتي بغيت غير نفتح القوس هذه لأنه ضروري لأنه قبيلة كلهم يعني كيبان أغلبية الناس معنهم شه التمييز هذا فهمني كنتكلم عن المرض العقلي يعني كيحتاجوا للدوة حالة كلهم مرض عقلي يعني كيحتاجوا للدوة هذا يعني من أمراض كنتسميه أمراض الدهانية بالنقطة يعني الذهانية واللي عادة الأغلبية كتكون هنا الفوصة من الفيصة الشخصية اللي معروفة عليه بالنسبة للصدمة الناس اللي كتتعرض للصدمة بحال هكذا هذا كيدخل في أمراض العصابية يعني كيكون فيها قلق قلق لهو مراضي يعني فوبيا الخوف المراضي كيكون فيها وسويس اكتئاب هذه كتسمى أمراض عصابية فإذا هنايا قبل ما نوصلوا لهذه الحالة هذه ضروري أن ذلك الإنسان كنعرفوا بعد ذلك شنه هو السبب باش يمكنه يخفف من الحدة وانا اللي بغيت نشير أن نحتى الآباء خصوهم يردوا بالهم يعني ده بذلك الحالة هذه احنا عرفنا عندها مراض عقلي ولكن باش الناس يتجنبوا ولادها مثلا في الصغور كيردوا التربية مثلا نقول قال الأزواج مثلا اللي كينعسوا بيداتهم مثلا معهم في بيت الناس هذا المشهد مثلا اللي كيكون مثلا الجنسي ديال الراجل مع مراته والأطفال كينعسوا معهم هذاكرا كيمكن يعني يحدث واحد صدمة عند التفل بلا ما كيشعروا هما حيث الأطفال ما كيفهموش أيضا مني كيش يخليهم مثلا يشوفوا أفلام ديال الرعب خاصة مثلا أفلام لي فيهم الجن المسي ديال الجن لأن التفل كيف قلنا ما تتكرش عنده دك الإمكانية أنه يفهم فهو غير كيدخل بهذاك شي وذك شي كيخدمه ثانيا كيف شفنا أيضا مثلا الوساط اللي كيكون ماشي مستقر بحل كيف هكذا إما الأم كتاكل عصا كيكون عنف كيكون مثلا طلاق ولا شي واحد كي يدرب هاراسها فهو في حل أخذ لقل كي يدرب ولاده يعني كلهم تعيشوا هذاك الرعب وهذاك الرعب مع المدة كيف قلنا كيولي قلق كيولي وكتولي صدمة بالعكس كيتحول ترع نفسي كيبقى يعاني منه الإنسان وبالتالي كيولي هاد الاستيجماتيزات اللي هدرنا عليه هذا بأن المجتمع ما كيرحم ما كيعرفش يتعامل معهم ما كيولي مرض كيولي وكيمشي وشوفوا تشعوا هذا الدجالين كي ياخدوا لهم فلوسهم كيبقوا يدوروا بينما هنا بالينا بأنه مرض عضوي يعني ضروري يخصوا الدواء ويخصوا الوي وبالتالي إنسان في حالة تستقر حالة دياله كيبدي يدرب ديكساعة العلاج النفسي أولا كيتقبل حالة دياله ثانيا العادة اللي قلقوا المشاكل اللي قلقوا مع المرض أنه مدام تبغوش ياخدوا الدواء دياله لأنه داخل هذا الشيء في التراب اللي عنده كيقولك لا أنا ما عندي والو فلنفش كيجي واحد مرض مثلا مرض عقلي فتقوله بش مرض كيقولك مرض برجلية هو عنده مرض عقلي را عنده في الإدراك عنده في التصور عنده العدوانية كيشوف الهالويس إذن هنا كيخدم غير على هذه المسألة لأنه ياخد الدواء دياله بقعاد كيقولي كيكون نعوتاني مساعدة أخرى والإدماجه في المجتمع نعم شكرا لك الأستاذة رقية الهوري دوزو مشاهدينا نتتقبلوا السي محمد اللي في صغره حتى هو أصحابه دانو ليه مخدير مرحبا بك السي محمد أود لي على القصة اللي وقعت لك ونتا باقي صغير مع الدراري الفجدر وليك شي حاجة شربتيها لكن النار ونتا معاقلش على رأسك خدام سيكليس الحنوط كنتي باقي دريس حال تيجو عندي دراري صحابي وكمو الحشيش ونعمر ليه مقهوة أنت ما كاسكمي شديك الساعة تانكمي 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 ما شوف كيفاش دار مع كل واحد مخلط الحشيش هذا ويكمي معها دار لك شو مخلط 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 ديالي أنا ولا ديال لأخر كميسي ولا شربسي ولا غير كميسي غير كميسي وقهوة كمي وكشي حاجة نعم مخلط كل واحد شي يكمي ماشي غير كميسي نبوحد مهم صحابي ونين مشي للطار مشي تصحابي ويش بدليل جو ما بقاش يحملش تدخل للطار وليش نشوف الوليدة ما بقاش حملشها قلبت كوزينة ودك شي مهم دك شي لأسادي الكوزينة تخرب خليك كل شي مهم صحابي مقاش حملت الوليدة يمقاش نشوف وحد شوف خايب وقت لا صحاب ممك مهم صحابي ويعجبو دوني السبطة عطول البوليس جاود دوني البوليس دوني الكوميسيري عطول الوكيل قل لي دوني السبطة ماذا لما ضربتها ماذا لما ضربتها شغير يالله بدأت تسبل لك ما شي هي هاد عاول لي على النهار اللي سكر في السيفية لواليدة اللي ضربتها فاشت شديتي في الحبس دوني وسع عامين اه قلت هاد تامشي تخرش من نصبتر الدوني البوليس تخرش منه وشحال تقعد تنشي اه شي شهر تنقعده شهر 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 انت الدوايات شهر الدوايات وكلش وتقدت لك شوية لكنتك شي ماشي بحال ما رضا تقول لك فيك الخيالات وشي حاجة تنتقلق أنا بحالة تعير فيه تنظر نقلب مما عندك يعني لي قلق شي حاجة كي يعير فيك لا غير غير مصبر الدار غير داركم غير الدار مكو بباكو وليمع لا ببا ما كانش غير مكو طلق الوالدة غير مكو عندك المشكلة غير معاهية غير معاهية صار انتي شي نهار تلختيها لا تكش حال دازدابة شي من الفين و ما شه الفين و الفين و خمسة أشنو قاتلك عام عمرت في الفين و ورع أشنو قاتلك كانت تعيط شي واحد ساكن الفونة قتلها واش انتي بغا تدين السبطة ثاني ولا الحبس الشي اللي خرجنا وهذه نتبتون عنق من ضرب ضربت 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 عامين عامين ضد الحبس ضد الأصول جريمة ضد الأصول هايوة ومتنة شي الخاطرك هالشي طبيعة الحال اه منتبهول زيما الحبس اشي واحد يضرب مو غير هكك اه إلا لا كان فاقد الوعي دي اه كنتي محشيش ذاك النهار موقشي كميدك ساسا مني مشي لصبتر أول مرة خرجوك موقشي اللولاني بقي لعيبلك على نفسيتك وعلى دماغك وعلى ودرت سكانير وقشي ولك ما عندك ووالو وقالك ما عندك واندي كوالو وما عرفش هايوة اه وش حال مرة دخلتي للحبس قولت دابه عام وصبي طارات وصبي طارات وصبي طارات وصبي طارات وشهرين تريع فيت علش ما كنتشربش الدواء ديالك تنشربو كنتشرب الدواء ديالك لكن عن نسبة الولدة عندي شي بحلاء شوية تتمرش شوية تنسبة تخرج هادر والشي حاجة تتطلعني الدم صافيتا تنقلبتك شي وتنخرج تنخرج 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 تلقى الدرار يتسنو فيها أمو الموليس يتسنو فيها داكتنا كنتش هاكذا قبل ما يوقع عليك هالشي ما كنتش كنتش كنتغوت وتحييح وتضرب أمك ودير هالشي لا ما كانش ما كنتش يعني مريض مرضي تشرب الدواء ديالك تنشربو يعطوك تنقطرات ديالك يعطوك الكينات وعطوك هذا المسأ ما كنتقطعش الدواء تنقطعوش وإلا خطعتيه لا دا برا صافي دا بشي تلس-شي عربح سنين دا بمقاش تنمشي لسبيطالة ولا حبس لها. دموليتي باخر والاخر. ما يدركها قاعد في الضرسة. وحبستي ذاك الموسيبة لك تاكل. الحشيش لا صحيح تول غروسها بدا. قاعد واحد نحاول تنقص منه. شي تنكمشي خمس ساعة عشرة في النهار قاعد. هي والحمد الله. هي والحمد الله. شكرا لك سيمو حمد. إذن سيمو حمد يعطينا إضافة واحدة أخرى أن الحشيش ممكن اللعب على النفسية والعقلية. ممكن الحباسات والصبطالات. نظروا على المخدر والدور دياله في هذه المشاكل النفسية. لابا هنا احنا كنا هنا أمام مرض عقلي. هذا يعني مرض عقلي ماشي نفسي. ماشي نفسي. نفرقه مزي مبال. مدام كان وصلوا لحالة ديال الدواء. الوصف اللي كيوصف يعني حسب تشخيص اللي هذا عنده لأنه باش يضرب الأم دياله. طبيعة الحال دب هو مش الخاطره يعني لأنه مني كان نقوله باش نصوره مثلا باش يواحد دير ندادر مثلا خضر. شنو غادي شوف. غادي شوف كل شي خضر. وخانتك تقول له لا رأنا كنشوف هذيك. يقول لك لا أنا رأنا كنشوفه خضر. لأن الخلايا العصبي عنده إلي قتنت يعني قيوسة. فلي هذك يخص الناس يفهموا ده مسألة هذي. رأي الإنسان اللي كيولي عصبي وعدواني اللي قال كتير مستفى في شغال القبالة كان قبط العصا وكن ضربه ولادي ونضربه. رأي ماشي لخاطرهم. يعني رأي من من الحمق اللي نحن زع ما فاهمين أن الإنسان مريض. ونبدأو نتعامله معه لأساس أنه. نحن نهدن رأسنا ونخدمه لأن نحن. سويتعال شي تنفضر. لأن نسأل شنو كيوقعنا مثلا ميك نشوف إنسان مريض في حالة كده قدامنا. هذي شي كيحيلنا العجز اللي نحن كنكونوا عاجزين ما كنعرفوش نحن كيف. نحن كنخافو. يعني كيحيلنا ما هو نفسي عندنا. من الرعب اللي كيكون عندنا فكنخافو كن نقول له نقبطوه ولربطوه. بينما أنه حالة مرادية. بحال مراد السكر. مثلا مراد السكر اللي وقف لانسولين. ولوقف الدواء دياله. وشنو غيوقع له. نعم. غيموت. خاصة نفس الشيء بالنسبة. إن فو الواحد يوقف المرض لهذا يعني تخاتمه بسيكياتك دياله. أكيد منك يوصول في المرض العقلي كنتكلم. باش نفرقه. ماشي المرض نفسي. فبالنسبة لأخها لنرجعوا للسؤال ديالك. وزاد ديال الحشيش اللي قلنا الإدمان. أنه لفات باش أنه كما ماشي. ماشي هو السبب. باش نكون واضحين. ماشي. يعني كين مرض نفسي. عفوا. كين مرض عقلي في العائلة. رأس شي شارلو تاع عند مقالك تهية. بعد المرض كانت تكون عنده واحد الحالات. فكين في العائلة. ولما كان شي ممكن كان عنده هو. ولكن شنو كيدير للحشيش ولا مثلا الإدمان. وهذا شيء تشبه خصومي فهموه. أنه كيسرع واتيرة المرض. مثلا المرض كان قادي ديال. لأن شنو المرض العقلي اللي كان قا يخرج هو غايتفجر غايتفجر. يا إما كيتفجر في المراهقة. يا إما كيتفجر عن طريق حلاك هذا الإدمان. وخاصة طلب منك يبدأ يدير الإنسان الدواء والحشيش. يعني كي يعني كي ولكن المرض كان غادي يكون. غير هو زاد يعني بحالة. يفجر. يفجره. وخليه كي يعيش كثير في هذه الدواء. شكرا بزاف الأستاذ رقية الهوري على هذه توضيحات كلها. شكرا لكم الحضور الكريم. السي محمد. شكرا على تجربة اللي عاوتي لنا اليوم. أم الخير. شكرا لكم الله يعاونك على ذاك الوليد. شكرا لك السي محمد. بغيت تمشي تابعك الطريق. احنا أنسى لي ودابر. شكرا لك السي مصطفى. شكرا لكم مشاهدين اللي تابعتونا في هذه الحلقة. مرض كنا نقوله مرض نفسي ولكن مرض عقلي. بسبب حادثة في الصغر. كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصة الناس. تلاقاوا نهار واحدة اخر مع قصة واحدة اخرى حي تباقف الناس بهاقف المصطفى بزاف ما يتعاود. السلام عليكم.